موسيقى تحالف يمهل الحسيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من ميناء الحديدة والصليف ومطار صنعاء ويعلن استهداف أربع زوارق مفخخة قيد التجهيز موسيقى وزير الإعلام اليمني يحذر من نتائج كارثية للتدخلات الإيرانية في اليمن وينتقد صوت صمت المجتمع الدولي موسيقى للمرة الثانية البرلمان العراقي يرجع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب موسيقى روسيا تقول إن خطر اندراع حرب النووية قائم وتدعو لاتباع سياسة مسؤولة وبايدن يحشد الدعم لأوكرانيا لمواجهة روسيا موسيقى رسعتم موقعات المشاهدين أحييكم من قناة الحدث أهلا بكم لمشاركتنا هذه الساعة الإخبارية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الحثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المشاءات النفطية في السعودية مؤكدا أنه استهدف طائرات مسيرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وصليف التحالف طلب الحثيين بإخراج الأسلحة التي تستخدم للهجوم على السعودية من المواقع المحمية أولها مطار صنعاء مشيرا إلى أن الميليشيات تسقط الحماية عن هذه المواقع الخاصة باستخدامها في الهجمات العسكرية وفي وقت لاحق أعلن التحالف استهداف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف كانت قيد التجهيز مؤكدا أحباط هجوم وشيك على نقلات نفط وأسفرت عمليات الاستهداف عن مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف وأمهل التحالف الحثيين ثلاثة ساعات لإخراج الأسلحة من ميناء الحديدة وصليف ومطار صنعاء هذا وكان التحالف أعلن أنه بدأ عمليات استيجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة بهدف حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد وأكد التحالف أنه مارس أعلى معايير ضبط النفس بعد هجمات الحوثي على المنشآت النفطية إلى أنه أضاف بأنه يتوجب على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي مشيرا إلى أن العملية العسكرية بمرحلها الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلنا مرسل الحدث أن تواقم الدفاع المدني والأطفاء تمكنت من أطفاء النيران في الخزان الأول حيث أظهرت المشاهد اختفاء سحبة الدخان الكثيفة التي غطت المحطة لساعات طويلة كذلك اختفاء النيران التي تصاعدت من الخزانين الأول والثاني في محطة توزيع البترول أتابع لأرمكو حيث شارك في عمليات إخماد النيران خمسين فريقا ميدانيا وللمزيد والوقوف عند آخر التفاصيل ينضم إلينا من أمام محطة التوزيع الخاصة بأرمكو في جدة مرسل الحدث الزميل سعود الخلف سعود أهلا بك برفقتنا إلى هذه الساعة الأخبارية يعني في متابعة لهذه الاعتداءات كيف يمكن وصف الوضع الآن هل تم إخماد النيران بالكامل في الخزان الأول وبعده في الخزان الثاني أهلا جزيل بالفعل الخزان الأول تم إخماده بالكامل منذ أكثر من ساعتين والخزان الثاني نستطيع أن نقول بنسبة 90% تم إخماد الحريق فيه ولا زالت عمليات الإطفاء مستمرة كما نشاهد الآن الدخان أصبح أقل بشكل كبير وقد يكاد أن يكون معدوم في الرؤية الجهود الكبيرة بودلت منذ أن شاب الحريق يوم أمس وفرق الأطفاء تعمل بدقة وبتركيز ليكون هناك سيطرة على هذا الحريق وبالفعل تمت السيطرة وحصر الحريق في المنطقة التي نشب فيها لم يكن هناك أضرار بشرية لم تسجل ولله الحمد أضرار أيضا بسبب تصاعد الأدخنة يوم أمس أضرار صحية من حيث من يعانون من الحساسية أو الربو أو ما شابها ذلك الأمور يعني صارت بشكل دقيق وحريص من الجهات الأمنية نعم جزيرة نحن نشاهد أيضا من هنا بأن السحب الدخان تلاشت تماما أيضا سعود كيف يمكن الآن وصف الوضع من حيث السيطرة وإعادة تشغيل المحطات التي استهدفت طبعا نحن في انتظار أن يصدر بيان من وزارة الطاقة أو حتى من أرامكو لإظهار التلفيات وتفاصيل دقيقة عن هذا الأمر ولكن لو نظرنا للأمر جزيل من ناحية الأثر الاقتصادي حيث لم يكن هناك أثر على الحياة الطبيعية في مدينة جدة بسبب هذا الاعتداء ولكن الأثر الاقتصادي سيكون واضح وظاهر بشكل كبير لأن هناك تهديد لأمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية هناك آثار جسيمة ستترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير الأمر الذي سينتج عنه التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء أيضا بالتزامها للأسواق العالمية هذه الهجمات جزيل التخريبية الإرهابية ومن يقفون وراءها لم يكنوا يستهدفون المملكة وحدها فحسب إنما كانوا الاستهداف لزعزعة آمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم وبالتالي التأثير سلبا في الاقتصاد العالمي خاصة أن نحن نعيش بظروف في بالغة الحساسية يعني يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية هذا هو الأثر الاقتصادي الواضح الذي نستطيع أن نتحدث عنه أما على الحياة الاجتماعية يعني لا يوجد هناك أي أثر سلبي ولله الحمد نعم نحن نشاهد أيضا من خلال هذه الصور بأن حركة الحياة عادت إلى طبيعتها سعود بالتأكيد هي الحركة تسير على طبيعتها والآن الكاميرا تظهر لكم نحن الآن على طريق الحرمين هذه الحركة كانت دائما يوميا وليس اليوم فقط ولم تتأثر يوم أمس يعني لم يكن هناك توقف أو إغلاق للطرق لأن عملية حصر الحريق كانت يعني واضحة ومحدودة في المنطقة في الخزانين فقط لم يكن هناك أي تأثير حتى على الأحياء المجاورة للمنطقة التي تتواجد فيها هذه الخزانات نعم أيضا يعني فهمت مما تفضلت به سعود إلى أن هذا الاستهداف سيؤدي إلى تخفيض القدرة الانتاجية عما كانت عليه بالتأكيد لأن السعودية تعتبر واحدة من أهم الدول المنتجة للبترول والطاقة فاستهدافها بهذا الشكل الإجرامي هي الرسالة واضحة من الميليشيات الحوثية أنها تريد ضرب الاقتصاد العالمي وليس السعودية فقط يعني هي تضاعف الأحداث التي يمر فيها العالم فبالتأكيد لن يكون هناك القدرة على الإيفاء بزيادة الإنتاج وسيكون هناك تخفيض يعني هذه الرؤية العامة للحدث نشكر لك كل هذه الإضاحات التي تفضلت بها معنا من أمام محطة التوزيع الخاصة بأرم كوفي جدة مرسل حدث الزميل السعود الخلف شكرا لك أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرارد جريفث لقناة الحدث أن الولايات المتحدة تعمل على محاسبة النظام الإيراني لزعزعته الاستقرار في اليمن ودعمه الحوثيين والميليشيات في المنطقة مشددة على أن الحوثيين يتحملون مسؤولية هجماتهم على السعودية وأضافت جريفث أن الولايات المتحدة لن ترفع أي من العقوبات عن النظام الإيراني حتى يغير سلوكه وأوضحت أن هجمات الحوثيين على مصادر الطاقة في السعودية تفاقم الأزمة بالعالم موضحة أنه تم أحباط ما يقرب من 90% من الهجمات الحوثية على السعودية قالت جريفث أن أمريكا تعمل على تقديم مساعدات دفاعية عسكرية لدول الخليج العربي تفاقم الأزمة المجارية فيما يخص أمدادات الطاقة فنعرف أنه ما زالت أمامنا عدة صعوبات لذلك نستمر مناقشاتنا مع المملكة والأمارات بالإضافة إلى دولة منتجة للنفط الأخرى حول كيفية تنوي مصادر الطاقة في كافة نهاء العالم وأغمان الإمدادات الدولية تتعاون ولاية المتحدة مع شركائنا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمبارسة مزيد من الضغط على قادة الجوفيين من عجل حدم هذه الهجمات وعلى سيد العسكري تتعاون ولاية المتحدة مع المملكة العربية السورية والأمارات وغيرها من دول الخليج من عجل تعزيز قدراتها على دفاع عن نفسها وتسديل هذه الهجمات الهنثية عبر تقديم المنظومات الأسكرية قادرة على تسديل هذه الهجمات فنحن نتواصل مع شركائنا في المنطقة ونبحث عن ترك إضافية لتبيق الخنوق على الهنثيين ومحاسباتهم وعلى النظام الغراني عن هذه الهجمات غير المبررة بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق عصفة الحزم وإعادة الأمل استعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجل خلال إحاطة صحفية قدمها اليوم سلسلة من الإنجازات التي حققها الجيش الوطني مدعوما من التحارف العربي من بينها ما تحقق في الجبهة الجنوبية مؤكدا استمرار التقدم للالتحام بألويات العمالقة نستعرض معكم أهم ما حققته قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من انتصارات في الجبهات القتالية وبإسناد من دول تحارف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية انتصارات الجيش الوطني أولا الجبهات الجنوبية في محافظة مارب جبهات مديرية الجوبة شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل عمليات هجومية مباغتة وبإسناد من الطيران المقاتل لدول تحارف دعم الشرعية تم من خلال تلك المعارك القضاء على العديد من عناصر الميليشيات الحوتية العرهابية وذلك في الأطراف الجنوبية للبلغ الشرقي كما تم تحرير مواقع هامة وحاكمة في مناطق الفلاحة والعكد والعمود وما زال التقدم مستمر نحو معسكر أمريش الذي أصبح تحت السيطرة النارية لقواتنا والتقدم مستمر لتحقيق الالتحام بأبطال ألوية العمالقة طيران تحارف دعم الشرعية كان له دورا فعالا في تدمير قدرات الميليشيات الحوتية حيث نفذ العديد من الاستهدافة الجوية أسفلت عن تدمير مدفع 23 مضاد طيران وثلاث عربات مدرعة وسبعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات حوتية وإليكم مقطع الفيديو يوضح الانتصارات في القبهات الجنوبية في محافظة إمان محافظة حجة جبهتي عبس وحرض تواصل قوات القيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة وبسنات جوي من طيران تحالف دعم الشرعية المعارك الدفاعية والهجومية وتحقيق التقدمات على الأرض والسيطرة على الطرقات والهيئات الحاكمة وتم استعادة مناطق استراتيجية في مديرية عبس بعد شن الهجمات المضادة على الميليشيات الانقلابية الحوتية وقد كان لتشكيل البحري في المنطقة الخامسة دورا هاما في تدمير القوارب المفخخة الحوتية التي كانت تهدد طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن استمرر المجتمع الدولي في غض الطرف عن التدخلات الإيرانية باليمن وتسليحها للحوثيين ستكون له نتائج كارثية وسيدفع العالم ثمنه وأوضح الإرياني لموقع القاهرة 24 الإخباري المصري قائلا أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة لوقف التدخلات الإيرانية تجاه الأزمة اليمنية كما شدد الإرياني على ضرورة دحم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وللوقوف عند آخر هذه التطورات ينضم إلينا من الرياض المحل السياسي الدكتور سالم اليامي أهلا بك دكتور سالم برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية كما تابعنا منذ هذه الاعتداءات كان هناك الكثير من ردود الفعل هناك إدانات هناك استنكارات ضد هذا العمل العدائي من الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة السعودية كيف يمكن اليوم برأيك استثمار كل هذه الجهود لاستصدار ربما قرار يدين هذه الاعتداءات دوليا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك أخي كريم أخي سيداتك وسادة المشاهدين وأشكر لكم كريم الاستضافة يعني في الحقيقة يعني هذا السيلة الذي شهدنا من الإدانات لأعمال الإجرامية التي تعرضت لها المنشآت والأهداف الوطنية والحيوية في المملكة العربية السعودية في تقديري هي تأتي أولا في مكانها الحقيقي لأنه يجب أن يوصف هذا العمل لأنه عملا إجراميا وعملا إرهابيا الجزئية الأخرى هي أن المملكة العربية السعودية اليوم في الحقيقة والتحالف يعني تشكل ضغط حقيقي على الجانب الحوثي وأنا أزعم أن هذه الإدانات المتصاعدة والتي تأتي من جهات كثيرة هي أيضا تشكل ضغطا على الجماعة الحوثية أيضا لأن هناك ضغطا على الأرض واستمعنا فجر هذا اليوم لأن هناك أهدافا منتقا كانت خرجت منها المسيرات التي ضربت المنشآت الحياة والمملكة ويعني هي ردول أفعال في الحقيقة يعني هي تتصاعد وتؤثر لهذه العملية المهم في تقديري هو أن يكون هناك أيضا وهو فعل سياسي ربما على دائرة أوسع عربيا ودوليا هو استصدار قرار لهذا الموضوع الشيء الأخر يعني أن استمرار تهديد المملكة العربية السعودية وتهديد امتدات النفط أنا في تقديري أن صانع أفرار المملكة العربية السعودية يتوقع من المنظومة الدولية أن يكون هناك تحرك بين قوسين وتجاوز مرحلة الإدانات وتجاوز مرحلة التعاطف الذي لا ينتج عملا حقيقيا على الأرض هل يعي برأيك دكتور يامي العالم حجم هذه المخاطر من خلال تسليح الجماعة الحوسية وبأنه ستكون له نتائج كارثية كما أردف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يعني استمرار المجتمع الدولي بغض الطرف عن هذه الاعتداءات وكانت في ظني تأكيد لتقرير الواقع هذا رقم واحد الشيء الثاني يعني أنا أعتقد أنه من المهم في الحقيقة أن يكون هناك هذه الإدانية الدولية وهذه لا تأتي لتعاطفا مع المملكة العربية السعودية إنما تأتي اتساقا مع المواقف التي يجب أن تكون مؤيدة وداعمة للأمن والسلم الدوليين وهذه أحد أهداف الرئيسة والبارزة في مفاق الأمم المتحدة هذه جزئية الجزئية الأخرى أن إمدادات الطاقة اليوم هي تشد حالة من يعني التوتر في الحقيقة حتى أنها انقفزت وأصبحت في الأماكن المتقدمة حتى على القضايا السياسية والقضايا الأخرى إذن المجتمع الدولي اليوم هو يدفع عن مصالحه عندما يقف ضد هذه الهجمات الشيء الآخر ليس هناك ما يبرر في الحقيقة هذه الهجمات والشيء الآخر أيضا والمهم هو ليس هناك ما يبرر هذا الدعم الإيراني الأعمى في الحقيقة الذي يضع المنطقة في أتون صراع في أتون حرب يعني هو بالوكالة حرب بالوكالة لكن إذا استمرت الأمور بهذه الوتيرة يعني من يضمن ألا تقفز الأمور إلى أن تسمى الأشياء بأسمائها وتصبح الأطراف الفاعلة أو الأطراف المؤثرة الحقيقية هي من تواجه الصعاب وتواجه الحقيقة على الأرض هذه كلها في تقديري مجموعة من المراوحات مجموعة من الأفكار أنا أعتقد أن المجتمع الدولي اليوم يدرسها بأهمية بالغة أيضا دكتور يامي كيف تقرأ هذا التوقيت لما تقوم به الميليشيات الحوثية من اعتداءات على المملكة العربية السعودية طبعا وهي معروفة أنها مدعومة إيرانيا هل ترى من ترابط بين هذا العمل العدائي والقرب من توقيع الاتفاق فيما يتعلق بالملف النووي دعيني أقول مبدئيا أن ملفات المنطقة في الحقيقة سواء كان ملف الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي أو الإيراني مع دول 5 زائد 1 أو الصراع الموجود في اليمن أو النفوذ الإيراني في المنطقة واستخدام بعض الأدوات هذه ملفات لا يمكن فصلها عن بعضها هذا في المقام الأول النقطة الثانية وهي في تقديري مهمة هو أن الجانب الإيراني يستخدم كل هذه الأدوات لمصلحته الخاصة النقطة الثالثة هو أن هذا الجانب الجانب الحوثي يريد في الحقيقة مع الزخم الموجود على الأرض والخسائر التي يمنا بها على مستوى بشري وعلى مستوى المساحة التي يخسرها يوميا يريد أن يشعر الناس أو يقول للآخرين على الأقل أنصاره أو متابعي أنه لا يزال موجودا على الساحة وأنه قادم على التأثير الشيء الرابع ذهنية الميليشيا أو ذهنية العصابة هي التي تتصرف ليست هذه ذهنية الدولة هي ذهنية العصابة التي تسعى دائما لتحقيق أكبر ضرر في الطرف الآخر دون أن تحقق مصلحة معينة يعني ماذا تستفيد لجانب الحوثي من إحراق الطاقة التي هي بحاجة لها العالم وليس المملكة نعم أيضا هل برأيك للحرب الأوكرانية دور في ما يحصل هل إيران هي تقوم بما يفيد مصالحها أو ربما مصالح روسيا يعني أنا أعتقد كما قلت لحضرتك الملفات لا يمكن فصلها عن بعض والأزمة في أوكرانيا اليوم هي خلقت حالة ربما متقدمة من التصعيد أو من التعاطي السياسي مع هذه الحقائد خاصة اليوم نحن نتحدث عن الطاقة وعن إمداد الطاقة وعن عجز يعني ينظر له كثير من دول العالم بحالة من هلع كل هذه الأمور في تقديري هي مترابطة وأنا أعتقد أن الحرب الأوكرانية يعني أحدثت هذه الحالة في تقديري المتوترة ويعني ربما نشهد في قادم الأيام إذا استمرت الحرب لحن نعرف كيف تسير الأمور إذا استمرت تصعيد بين الأقراب في أوكرانيا ربما تزيد هذه الحالة وتصبح أكثر حدة يعني حتى على الملفات الخاصة بالمنطقة أشكر لك كل هذه الإضاحات والمعلومات التي تفضلت بها معنا من الرياض المحل السياسي الدكتور سالم اليامي أشكرك لهذه المشاركة نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل الحلبوسي يعلن إرجاء جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ريو بيل الميناء المحاصر ما يحدث حتى على الحدود البولندية مليونين و 57114 دخل الأراضي البولندية حتى الآن تم السلطر على 50% من مدينة ماريو بيل قبل أقل من ساعة من الآن خذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب هذا هو الحصاء روسيا تحاصل المدن الكبرى الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمحي انفجار آخر في هذه الضحة روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية توقع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصائر دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه أهلا بكم من جديد والآن إلى آخر تطورات الملف العراقي حيث قال رئيس المجلس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد يوم الأربعاء المقبل كما أفادت وكالة الأنباء العراقية إن مجلس النواب رفع جلسته اليوم إلى يوم الاثنين القادم هيئة رئاسة البرلمان كانت قد عقدت اجتماعا حول انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كما عقدت الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن انتخاب رئيس الجمهورية هذه الفقرة تحتاج إلى نصاب الثلثين حسب ما نص عليه الدستور وأكدتها المحكمة الاتحادية بتاريخ أو قرار الاتحادية 16 التحادية 2022 الذي أكد بقرار وضع الطلب أعلى موضوع التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت إلى التفسير التالي الذي يتضمن التفسير يجب أن يتحقق نصاب الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية السادة النوار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء القادم ترجمة نانسي قنقر وللمزيد حول تأجيل هذه الجلسة التي كانت مخصصة الانتخاب رئيس الجمهورية ينضم إلينا من بغداد مرسل الحدث الزميل سامر الكبيسي سامر أهلا بك كيف تنقل لنا ردود الأفعال بعد تأجيل هذه الجلسة التي كانت مخصصة الانتخاب رئيس الجمهورية بين الكتل داخل البرلمان كيف يمكن وصفها في البداية مساء الخير جيسي على ما يبدو أن الإطار التنسيقي نجح في تعطيل هذه الجلسة كما وعد مجموعة من النواب الذين انضموا إلى الإطار التنسيقي كثلث معطل الإطار التنسيقي طبعا ومعه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب نجحوا حتى هذه اللحظة في إيقاف هذه الجلسة والإخلال في النصاب الكتلة الصدرية ومن معها نجحت أيضا في جميع مئتين ونائبين في هذه الجلسة التي تم رفعها طبعا من قبل رئاسة مجلس النواب بقي 18 نائبا وتكون هذه الجلسة جلسة دستورية يتحقق فيها النصاب ربما هذا ما سيحدث طبعا أو هذا السيناريو سيحدث عند يوم الأربعاء عندما توقيت هذه الجلسة للتصويت على رئاسة الجمهورية ردود الأفعال جيزيل ربما جاءت من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح وهو المرشح الأبرز رقم 2 ربما على الورق حتى هذه اللحظة جاءت ردود الفعل بأن هناك أسف لعدم تحقيق هذا النصاب ومن ثم التصويت على رئيس الجمهورية جيزيل عدة سيناريوهات ربما ستكون حاضرة يوم الأربعاء المقبل هل سيكون هناك اتفاق بين الإطار التنسيقي والكتلة التي يقودها هل من مؤشرات لذلك سامر أم سيستمر هذه الخلاف لتفاهمات بين الكتل التي امتنعت اليوم عن تأمين النصاب نعم جيزيل بحسب ما رأيناه اليوم كان هناك حركة مكوكية للنواب وحتى الكتل السياسية إن كان داخل مجلس النواب أو حتى خارج المجلس لكن على ما يبدو لم ينجح حتى هذه اللحظة جبهة إنقاذ وطن أو تحارف إنقاذ وطن لم ينجح في جمع 220 نائبا لكنه وصل إلى رقم قريب جدا وهو 200 ونائبين بقي العمل على الكتل الصغيرة وكذلك النواب المستقلين من قبل هذه الكتلة أو حتى هذا التحالف ربما ينجح وربما لا يستمر هذا الانغلاق السياسي إلى حين وصول مرحلة ربما عبور التوقيتات الدستورية بحسب الخبراء القانونيين أو ذهاب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير ما هي التبعات القانونية والارتدادات على طبعا مجلس النواب في حال لم يصوت على رئيس ليئة جمهورية خلال فترة الثلاثين يوما نعم ما هي السيناريوهات المتوقعة خصوصا وأننا علمنا بأن المحكمة الاتحادية لن يكون لها الكثير التي تعمل عليه بسبب عدم وجود نص قانوني بذلك هل هناك إمكانية للذهاب إلى تطبيق المادة 64 على سبيل المثال إعادة إجراء انتخابات مبكرة نعم جيزيال بعض الخبراء القانونيين ذهبوا إلى أن يكون حل البرلمان هو الحل الوحيد بطبعا طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس الجمهورية وبالتالي سيكون هناك أيضا حل هذا المجلس وبالتالي انتخابات مبكرة أخرى في حال هذا لم ينجح في الوصول هذا البرلمان لم ينجح في الوصول إلى رئيس جمهورية والتصويت على رئيس جمهورية داخل مجلس النواب بالتالي سيرحل هذا الموضوع إلى أن يحل مجلس النواب لكن أيضا ما تزال طبعا بحسب النواب الذين التقينا بهم يؤكدون أن المفاوضات والاتفاقات والاجتماعات ما زالت مستمرة لكن هل ستنجح هذه الاجتماعات والتوافقات في جمع هذا العدد أم سيبقى هذا الموضوع سيبقى الإطار كثلث معطل لجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية وربما هذا حتى ينسحب على تسمية اللجان العاملة في مجلس النواب اليوم كان فقط التصويت على اللجنة المالية ربما للعمل على الموازنة الاتحادية الخاصة بهذا العام نعم نشكر لك كل هذه الإضاحات وكل هذه التفاصيل التي زودتنا بها من بغداد مرسل حدث زميل سامر الكبيسي شكرا جزيلا لك أيضا مشاهدين وحول نفس الملف نبقى في بغداد حيث ينضم إلينا من هناك الأعلامي والمحلل السياسي الأستاذ فلاح ذهبي أستاذ فلاح الهميكة معنا إلى هذه الساعة الإخبارية يعني كما كنا نتابع مع الزميل سامر يبدو أن الإطار التنسيقي نجح هذه المرة في عدم إتمام النصاب من أجل انتخاب رئيس للجمهورية هل نحن اليوم أمام مبارزة برأيك أمام الإطار بين الإطار التنسيقي وكتلة إنقاذ وطن التي يتزعمها الصدر طبعا تحية طيبة لكم أهلا بك تحية طيبة لكم حقيقة أنا يوم أمس كنت في قناتكم الكريمة مع ستهاني وتحدثت عن سيناريو ما حصل اليوم بالضبط المشكلة العراق قبل أوكرانيا غير العراق ما بعد أوكرانيا حول طبيعة التحالفات وانشغال العالم كله الآن في قضية الاقتصاد والعالم لذلك تركت هذه المنطقة بيد من هو أقوى الآن في توقعاتي يوم غد سيذهب السيد الحلبوسي إلى طهران وربما سيوضع أمام طبيعة الخارطة التي سيكون عليها شكل العراق وفي توقعاتي أيضا أن السيد ريبار سوف لن يمضي حتى لو كان هناك إصرار من جانب الحزب الديمقراطي على اعتبار أن إيران الآن ممكن أن تتدخل بشكل كبير في العراق ولا أحد يستطيع أن يمنع التدخل الإيراني أو تدخل التركي أو أي تدخل ماذا عن الموقف الأمريكي أيضا أستاذ فلاح ماذا بالنسبة للموقف الأمريكي العراق يعني كثير الموقف الأمريكي لأمريكا تفضل التقارب الإيراني الأمريكي الآن في قضية النووي ومحاولة رفع الحرس الثوري الإيراني من إدراجه ضمن لائحة الإرهاب المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أدارت وجهها لحلفائها السابقين واتجهت نحو فنزولة واتجهت الآن نحو إيران كي ترى بديلا من يستطيع أن يرفع إنتاج النفط هي غير مهتمة بمن هو حليفها كما في كل الأحوال لذلك أنا في توقعاتي الآن الخارطة ستتغير تماما وفي توقعاتي أيضا سيكون هناك بعد تجربة هذا اليوم سيكون هناك نوع من التقارب ربما التقارب الشيعي الشيعي هو أبسط من التقارب الكردي الكردي ولذلك في توقعاتي الجلسة المقبلة ستكون ضمن الخارطة التي سيتفاوض فيها السيد الحلبوسي في طهران بمعنى هل نتوقع تفاهمات جديدة كما ذكرت وفقا للدور الإيراني في هذا الملف هل نتوقع تنازلات من قبل الزعيم الصدري للإطار التنسيقي تحدثت عن تفاهم شيعي شيعي ربما يعني قبل قضية أوكرانيا كان الإطار التنسيقي هو الذي يتمنى أن يقترب أكثر من السيد الصدر لكن بعد ذلك لاحظنا أن السيد الصدر اتصل بالسيد المالكي والمالكي لم يعطيه جوابا إلا بعد اجتماع وتشدد الإطار التنسيقي في قضية الثلث المعطل هذا معناه أنه يعرف جيدا أن الأجواء تغيرت والرياح تغيرت ذهبت باتجاه آخر وفي السياسة يفترض سياسة فن الممكن وبالتالي أعتقد سيكون هناك نوع من التغيير في التحالفات في المرحلة في الأيام المقبلة ماذا بالنسبة أيضا للدخول بالتوقيتات الدستورية هناك تخطي للدستور فيما يتعلق بانتخاب الرئيس ودور المحكمة الاتحادية يعني قضية قضية الدستور حقيقة تم خرقه مئات المرات في كل مناسبة من هذه المناسبات يتم خرق الدستور في توقعاتي الشخصية سوف نتم خرق الدستور هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيكون هناك نوع من التفاهم ربما لأن وضع العراق لا يحتمل بسبب المشكلة الاقتصادية وأن العراق لا يمتلك خزين من الحبوب سوى لشهرين العراق الآن حتى لو كان يمتلك أموال لا يستطيع أن يشتري لأن لا يوجد أحد سيبيع له الحبوب وبالتالي من يتصدى يكون منفردا لرئاسة الحكومة سيواجه مشاكل كبيرة أمام الشارع العراقي نعم أنت تحدث عن تأثير الأزمة الأوكرانية بالنسبة للغذاء أستاذ فلاح نعم بالضبط يعني الآن معروف أن أوكرانيا وروسيا على الأقل 80% تزود مصر لبنان الآن تعاني من مشكلة ونحن أيضا تم حرق محاصيل الحنطة في صلاح الدين وفي الموصل وبالتالي على لسان وزير الزراعة يقول لا نمتلك خزين سوى لشهرين وبالتالي إذا ما أغرق العالم بكميات من النفط سينخفض أيضا سعر برميل النفط وبالتالي سنعاني إحنا عدنا مستوى الفقر الآن وصل من مجموعة 40 مليون 11 مليون و400 ألف تحت خط الفقر فتخيلي ما بعد هذا حينما لا يكون خبزا في العراق ما الذي سيحصل وبالتالي بالنسبة للتوقيتات القانونية وبإمكانية حصول وفق المادة 64 حل البرلمان وانتخابات مبكرة غير مطروح حتى اللحظة بانتظار ما سينتج عن هذه كما تفضلت وذكرت تفضل يعني لا أعتقد يرغبون بالذهاب إلى حل البرلمان لأنهم سوف لن يحصلوا الكل لن يحصل على ما حصل عليه الآن وبالتالي أعتقد سيلجأون إلى حل اللحظة الأخيرة نشكر لك كل هذه الإضاحات وكل هذه المعلومات التي تفضلت بها معنا من بغداد الأعلام والمحلل السياسي فلاح الذهبي شكرا لك نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل مخاوف غربية من أعطاء بوتين الأوامر باستخدام أسلحة كيميائية في حربه مع أوكرانيا أليم خرج المتظاهرون إلى الشوارع وتجهون القصر الرئاسي أليم هما بدرقوا بالرصاص هما بدرقوا بالرصاص وبرضو الصورة مستمرة هل هناك توقعات بأن تنحرف التظاهرات عن السلمية؟ لكن استمرار التظاهرات لا يعني فقط استمرار الدماء يعني استمرار الألم إلى أي مدى هناك جدول هناك أجندة قادمة بالنسبة لخروج هذه التظاهرات؟ اليوم تم حرق محلية مدن الكبرى لماذا؟ لماذا يتحرق الممتلكات العامة؟ أما أنا لهذا النزيف أن يتوقف قبل أن ندخل إلى مسألة المبادرات والحل هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصل؟ قضية ستدحم الداخل ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأقرى مش هنقدر نتجدها تمر هذه الكلمة مرون الكرام إيران فيها مشاكل عدة وعنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان أنا شعب جادي شعب أنا كل شعب ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والصورة مستمرة حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفدف من خطر اندلاع حرب النووية هو قائم دائما مشددا على ضرورة اتباع سياسة مسؤولة وأوضح مدفدف في تصريحات متلفزة أن هناك حالات محددة تستخدم روسيا خلالها الأسلحة النووية استخدام الأسلحة النووية نصت عليه وثيقة تمت الموافقة عليها بمرسوم جمهوري هذا يدل على عزمنا الدفاع عن استقلال وسيادة بلدنا وعدم إعطاء وجود أي شك حتى ولو طفيف أننا مستعدون للرد على أي تجاوزات هناك العديد من الأسباب التي بموجبها يحق للاتحاد الروسي استخدام الأسلحة النووية الأول هو عندما نتعرض لهجوم صاروخي باستخدام أسلحة نووية الحالة الثانية هي استخدام أسلحة نووية ضد الاتحاد الروسي أو حلفائه الحالة الثالثة هي التعدي على البيئة التحتية الحيوية ما يؤدي إلى شل نشاط قوات الردع النووي الروسية أشار نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا إلى أن الناتو سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وقوع هجوم كيميوي أو نووي ضد أوكرانيا مضيفا في الوقت ذاته أن الناتو ليس تحالفا دفاعيا فقط وإنما تحالف نووي أيضا الناتو ليس تحالفا دفاعيا فقط وإنما تحالف نووي أيضا لدينا تمييز واضح بين التزامنا بالدفاع عن جميع الحلفاء لذلك نعتقد بالفعل ونرى أن روسيا ليس لديها نية في استفزاز الناتو أو شن حرب ضد التحالف لكن بالطبع إذا كانوا سيستخدمون أسلحة كيميائية أو أنواع أخرى من الأنظمة المتطورة ضد أوكرانيا فسيغير هذا بشكل أساسي طبيعة الحرب التي شنها بوتين ضد أوكرانيا وبالطبع سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر عدد من الدول الغربية عن مخاوفهم من إمكانية أعطاء رئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب ضد أوكرانيا بحسب ما كشفت صحيفة الغاردين البريطانية وأضافت الصحيفة أن لجوء بوتين إلى هذه الخطوة سببها فشل روسيا في تحقيق انتصار سريع بالحرب الأوكرانية حتى الآن ما يدفعها إلى التصعيد في استخدام هذه الأسلحة وأردفت الجاردين أن المروحيات أسقطت غازة لكلور على المناطق السكنية في حلب بسوريا خلال شهر نوفمبر وديسمبر من العام 2016 ما أدى إلى القضاء على المعارضة في المدينة بعد قتال استمر لأربع سنوات وأضافت الصحيفة أن هناك نوعين محتملين من الهجوم الكيميائي الروسي الأول يتمثل في استخدام الكلور والثاني في استخدام الأمونيا شهر ثاني من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأ اليوم فيما تستمر روسيا في استهداف البنية التحتية العسكرية للعصمة كييف وسط مقاومة أوكرانية متزايدة هذا وأعلن عمدة كييف اليوم إلغاء حظر التجول الذي كان مقرراً من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل بكلفة كبيرة سياسية وعسكرية واقتصادية تدخل الحرب الأوكرانية شهرها الثاني توقعات مبكرة تحدثت عن أيام قليلة وتنتهي الحرب لكن بعد أسابيع بدأ الحديث عن حرب قد يطول أمدها وعن عملية مجهولة النتائج على مدى شهر منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا واجه الروس مقاومة شديدة من القوات الأوكرانية وتوقفوا عند بوابات كييف تجمدت خطوط القتال بالقرب من كييف منذ أسابيع مع وجود رتلين كبيرين من المدرعات الروسية عالقين إلى الشمال الغربي وإلى الشرق من العاصمة ليس لديهم أي خيارات خيارهم الوحيد هو الموت سوف نفوز مئة بالمئة ليس هناك أي خيارات أخرى خسائر الحرب الأوكرانية في شهرها الأول جاءت كبيرة على كلا الطرفين القصف الروسي المكثف والحصار كامل على عدد من المدن الأوكرانية تسبب بتشريد حوالي ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة بعيداً عن ديارهم وفراري أكثر من 3 ملايين و700 ألف منهم إلى الخالج نصفهم إلى بولندا في حين بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا وفق خبراء محليين إلى 63 مليار دولار أما على الجانب الروسي نطاق العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد موسكو التسع واضعاً الرئيس بوتين أمام اختبار صعب وعن الخسائر العسكرية أكثر من 1300 جندي روسي قتلوا ونحو 4000 جندي أصيبوا بجروح وفق وكالة انترفاكس عدا عن إعلان المسؤولين غربيين عن مقتل سبعة جنرالات روس وآخر تم عزله خلال الحرب في أوكرانيا وفي إعلان يشير فيما يبدو إلى تقليص الأهداف قالت موسكو إن المرحلة الأولى من عمليتها ثملت تقريباً وإنها مركزة على منطقة دونباس الشرقية الانفصالية لقد تم تحقيق الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية بشكل عام وقد تم تقليل الإمكانات القتالية للقوات المسلحة في أوكرانيا بشكل كبير كما أؤكد مرة أخرى أن هدفنا الرئيسي هو تحرير دونباس شهر ثان بدأ صورة الرمادية تطغى على سماء الحرب وأرضها ليستمر البحث عن حلول للأحلحة الأزمة وإنهاء الحرب ربما يأتي من بوابة المفاوضات الروسية الغربية وفق محللين خاصة بعد فشل أربع جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف ملوك الشيخ العربية من أوديسا ينضم إلينا موفد الحدث مجدداً الزميل عادل عيدان عادل أهلاً بك معنا مجدداً إلى هذه الساعة الأخبارية كنت قد حدثتنا منذ أكثر من ساعة تقريباً عن النزوح من ميكولايف باتجاه أوديسا المعلومات الأوفى لديك هل هناك كل ما يحتاجه اليوم المواطن الأوكراني كهرباء غذاء مياه كيف هو الوضع بشكل عام؟ نعم هذه الحافلات التي تنقل النازحين من ميكولايف إلى أوديسا تحديداً هي باليوم أربع إلى خمس حافلات تصل وفيما وصلت اليوم مثلاً تصل ما بين الساعة الحادي عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً اليوم أيضاً تحدثت مع أحد الصحفيين كان يتحدث عن أن أحد أقربائه كانت نزحت من خرسون وصلت إلى ميكولايف قال لي رغم اشتداد القتال هناك إلا أنهم نزحوا من خرسون باتجاه ميكولايف مروا بأربع نقاط تفتيش روسية وواحدة أوكرانية حتى دخله إلى ميكولايف على أن تصل يوم غد من هناك إلى أوديسا حينما يصلون إلى أوديسا يتم تقسيمهم من يريد أن يبقى في أوديسا يوفرون له ملجأ ومن يريد أن يخرج خارجها هنا مثلاً خلفي هذا مركز للتطوع يتم فيه جمع المواد الغدائية من المتبرعين من الحكومة الأوكرانية ومن ثم يتم توزيعها سواء جزء منها يتم توزيعها على اللاجئين وجزء منها حتى يقدمونه إلى بعض الجنود كما ترين الآن بدأت الشوارع شبه تخلو من المرة لأننا نقترب من الحاضر أقل ساعتين وعشر دقائق فقط تفصلنا عن الحاضر عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي نمنع من تصوير بعض الأماكن هناك أماكن خلفنا يكون فيها نقاط تفتيش والجيش موجود فيها نمنع حقيقة وليس مصرح لنا بتصويرها ولكن كما ترين الشوارع شبه خالية بعض المرة طبعا قاطني هذه المنازل القريبة من هذه المنطقة فقط هم من يسمح لهم بالدخول على أن يحمل معه ما بعد هذه مثلا نقطة تفتيش يحمل جوازه أو وثائقه وبالتالي يدخل إلى هذه المنطقة جيزيل نعم نفهم منك عادل بأن سكان هذه المنطقة أوديسا يعني ما زالوا متواجدين القليل منهم نزح خلال الثلاثة أيام الماضية كما قيل لي أنه بدأت العودة من جديد إلى أوديسا بعد هدوء الأوضاع نسبيا رغم حال الترقب التي ينتظرها سكان أوديسا من الخوف من السفن الحربية التي تقصفهم بين الحين والآخر اليوم حقيقة من الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي وحتى الآن يعني خلال أربع ساعات سمعنا ثلاث مرات صافرات الإنذار ليس بالضرورة أن القصف يتم على أوديسا ولكن قد يكون الصاروخ منطلق بهذا الاتجاه فعلى السكان الحذر لا يعلمون أين سيتجه هذا الصاروخ ولكنه بهذا الاتجاه قد يصل أبعد من أوديسا وبالتالي يجب على السكان الحذر بالدخول إلى الملاجئ لكنهم حقيقة لا يعني وصلوا إلى مرحلة البعض منهم أنا أتكلم أو ما شاهدته من أنه لا يقترث بصافرات الإنذار يبقى يؤدي مهامه بعض المحال التي تقدم المواد الغذائية والأجهزة الكرابائية هي موجودة حقيقة وفتحت أبوابها ولكن تلك بنسبة قليلة من 5 إلى 10% من إجمال المحلات بعض المحلات أيضا يعني كانت إذا مثلا رأينا هذه المحلات التي أمامنا بعض المحلات وضعت متاريس وبعض المحلات وضعت ألواح خشبية وأخرى ألواح حديدية ربما لتأمين هذا المبنى من أي ضرر قد يحصل مستقبلا وهم يترقبون أي صاروخ يصل إلى هذه المنطقة في حال اشتداد المعارك طبعا لديهم روح معنوية الآن مرتفعة بما أن القوات الأوكرانية صدت الهجوم أو الهجمات المتكررة من القوات الروسية على ميكولاييف وبالتالي الاستدارة من حولها أو الاتفاف من حولها والوصول إلى أوديسا دفعتهم هذه القوات إلى الوصول إلى ريف ميكولاييف وبالتالي أيضا إحباط هذه الهجمات هم الآن يترقبون تلك الصواريخ نعم نفهم نعم نعم على الساحل عمليات الكار والفر بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية مستمرة أيضا مع قرب ساعات حضر التجوال يعني تخف الحركة كما فهمنا منك عادل ماذا بالنسبة للوضع الأمني يعني هل تكثف القوات الروسية استهدافاتها مساء نعم كما قيل لي يعني يوم أمس ما بين الحادي عشر مساء والثاني عشر مساء كان هناك ويعني قبل منتصف الليل كان هناك أكثر من صفرة انذار خلال ساعة واحدة بعد ذلك من الثانية عشر منتصف الليل وحتى الثانية بعد الظهر لم تسمع أي صافرات انذار قلت لك قبل قليل أنا سمعت ثلاث صافرات انذار فقط حينما قدمت إلى هذه المدينة قد يكون اشتداد القصف او اشتداد ارسال الصواريخ بعد منتصف الليل او قبيل ذلك تحديدا عند المساء نعم عدل اشكرك لكل هذه المعلومات وهذه الإحاطة التي زودتنا بها من خلال تواجدك لليوم الاول في اوكرانيا وتحديدا في اوديسا نتمنى لك السلامة لك ولكل الزملاء اشكرك لكل هذه المعلومات وطبعا سنعود لك تبعا في حال وجود أي تطور جديد في ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعاقل الحثيين بمدينة الحديدة ويمهل الحثيين ثلاث ساعات لاخراج الاسلحة من ميناء الحديدة والصليف ومطار صنع وزير الاعلام اليمني يحذرهم النتائج كارثية للتدخلات الايرانية في اليمن وينتقد صمت المجتمع الدولي للمرة الثانية البرلمان العراقي يرجع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب روسيا تقول أن خطر اندلاع حرب النووية قائم وتدعو لاتباع سياسة مسؤولة وبايدن يحشد الدعم لأوكرانيا لمواجهة روسيا باكون معكم مشاهدين والمزيد بعد قليل ابقوا بالفقتنا مع قناة الحدث للقاء اشتركوا في القناة